بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدي محمد بن عبد الله معكم اسلام في فيديو جديد لأهم نشرت أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية ياريت قبل ما نبدأ في الفيديو لايك واشتراه في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو ويلا نخش على عنوين الأخبار وتعالوا نشوف أول خبر معنا خنائة شوارع أيمان نور يحاول قتل معتز مطر عايزين نعرفه وازاي حاول انه نقتله تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا التفاصيل وامطار عادية تضرب محافظات مصر والخبر التالي الجيش المصري يصدر تعليمات جديدة وصارمة ومصر ترفع أسعار السجائر وارتفاع مفاجئ للدولار في مصر وممثلون طاقة الزرية في مصر يفحصون شحنة القمحة القادمة من روسيا للكشف عن وجود تلوث نووي طيب تابعوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا التفاصيل بالزبط ويلا ننتقل لتفاصيل الأخبار وهو أول خبر معنا أيمن نور يحاول قتل معتز مطر المصدر البوابة وكشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل وأسرار مشاجرة دامية وقعت بين المزور أيمن نور والإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا وقالت الجبهة إن المشاجرة تحولت إلى معركة بالأيدي على طريقة أولاد الشوارع داخل مكتب نور في قناة الشرق الإخوانية بسبب محمد ناصر والخلاف على عائدات ليتيوب مؤكدة أنه أقب ازدياد حدة التشابك وجه نور ضربة قوية لمعتز بشومة على رأسه أفقدته توازنه واسقطته على الأرض مخشيا عليه من جانبه قال هيسم طاولت رئيس الجبهة في تصريحات صحفية إن العميل أيمن نور استدعى على الفور سيكرتيره الخاص المدعو هيسم إمام واتفق معه على إطلاق سيناريو أن معتز مطر عادت له مرة أخرى حالة تشنجات عصبية وأزمة نفسية وأنه تعرض لحالة إغماء وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى نبل اسطنبول والذي ما زال يعالج فيه من إدمانه للهروين والحشيش والكحوليات والتي تسبب له هذه الحالة العصبية وأضاف أن بداية اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر ظهرت عقب الاستعالة بمحمد ناصر لتقدم البرنامج الرئيسي بقناة الشرق والتي يمتلك نور حيث رفض مطر وهدده بالانسحاب من القناة العميلة فرد عليه نور بقرار إداري حمل رقم 4587 لسنة 2019 بمنع ظهوره منذ أول الأسبوع الحالي على الشاشة في برنامجه الفاشل مع معتز وأشار الرئيس الجبهة إلى أن معتز لم يتحمل إهانة أيمن نور وتهديده له بالطرد خاصة بعد أن فوجيه بظهور الإرهابي محمد ناصر يقدم صهر خاصة على الشرق في نفس موعب برنامجه المتوقف وأوضح أن الخلافة الثاني الذي تسبب في المعركة بينهما يرجع إلى مطالبة معتز مطر بالحصول على نسبة من عائدات اليوتيوب تصل إلى 40% إلا أن نور رفض ووبخه بعنف مما أثر استياء معتز الذي جن جنونه وأكد رئيس الجبهة أن مطر بدأ يقود حربا ضد نور والاستعانة بشباب القناة الذين تعرضوا للنصب والطرد من ضحايا نور بالإضافة إلى الموجودين في القناة لإطلاق حملات ضده وهدده بفضح وكشف تاريخي الإسود في سرقة أموال التمويلات والتحويلها في بنوك خارج تركيا والمتاجرة بدماء الشهداء تحت شعارات وهمية وكاذبة من أجل زيادات هذه التمويلات طبعا دي كده كلها شلة تعبانة في نفسها شلة تعتبر مرتزقة تمام بيجي لهم كل أول شهر الدولارات القطرية عشان يطلعوا هواواواوا على أي حد يقولوا لهم هواواواوا عليهم هواواواواواوا عليهم على طول زي البوبي ماشي وتعالوا ننتقل للخبر التاني وهو لو حدثك جيت للجزء ده من الفيديو هتنساش تعمل لايك وشرفه القناة ده مهم جدا مهم جدا مهم جدا ويلا ننتقل للخبر التاني أمطر عضية تضرب محافظات مصر كشفت دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية عن ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد الموجة الحارة التي تشهدها مصر موضحا أن هناك فرص لسقوط الأمطار تضرب جنوب البلاد في مناطق حلايب وشلاتين وبوسمبل وأسوان وأوضح عبد العال في تصريح المصراوي أن الأمطار التي تضرب جنوب البلاد قد تكون رعضية في بعض الأوقات لافتا إلى أن البلاد تشهد الجمعة انكسارا للموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد على مدار يومين متتاليين ونموها رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه رغم تعرض حلايب وشلاتين وبوسمبل وأسوان لفرص سقوط الأمطار تسجل درجات الحارة في نفس الوقت على جنوب البلاد ما بين 42 إلى 43 درجة وتعرضت أغلب أنحاء جمهورية منذ أول أمس الأربعاء حتى أمس الخميس لموجة حارة تنتهي اليوم الجمعة لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية حيث تعد القاهرة والوجه البحري وبعد مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيدة الأكثر تأثيرا بالموجة الحارة وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الخميس 41 درجة ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طق سمائل للحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرية والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيفا ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة والمصدر كان معانا مصراوي لو حضرتك جئت للجزء ده من الفيديو تنساش تعمل لايك وشرافه القناة ده مهم جدا مهم جدا مهم جدا ويلا ننتقل ليه الخبر التالي وهو مصر تصدر تعليمات جديدة تضبط عبور البضائع أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمالك تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير الخالصة الضريبة الجمالكية إلى مستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى وفقا نظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمالكية وذكر بيان الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمالكي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والحد من إساءة استغلال الامتيازات الجمالكية كذلك تضمنت التعديلات إلزام جمالك الإفراج بقبول قيمة جمالكية المذكورة بجمالك الوصول دون الإخلال بحق المستورد وأوضح البيان أنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الوصول والثانية في جمرك الإفراج بما كان يتسبب في بعض الأحوال باختلاف التقييم وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانا أخرى بساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام المصدر RT ممثلين طاقة الزرية في مصر يفحصون شحنات القمحة القادمة من روسيا قالت وزارة الزراعة المصرية أن ممثلين طاقة الزرية في مصر يتواجدون في الموانئ لفحص شحنات القمحة القادمة من روسيا وذلك بعد الانفجار الذي وقع شمال روسيا وقال الرئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية أحمد العطار إنه جرى تجديد الإجراءات الاحترازية في الموانئ حول استيراد القمح من روسيا وتمثل في فحص السلع الزراعية المقبلة للتأكد من خلوها من أي إشعاع ذري أو نووي ناتج عن الانفجار الذي حدث مؤخرا وأضاف العطار أنه جرت أيضا مخاطبة مسؤولي التمثيل التجاري في روسيا لتأكد مما إذا كان القمحة المستورد من هناك يأتي من مناطق طالها الإشعاع أم لا وأوضح وفقا لموقع القاهرة 24 المصرية أن هناك ممثلين من هيئة الطاقة الزرية المصرية لتحديل شحنات القمحة الواردة من روسيا والمصدر الوطن وزائد القاهرة 24 لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو هتنساش تعمل لايك واشرافه القناة ده مهم جدا مهم جدا مهم جدا ويلا ننتقل ليه الخبر التالي مصر ترفع أسعار السجائر تعالوا نعرف اترفعت بنسبة كم في المية بقى سعدها في حدوك كان أعلنت الشركة الشرقية استرينج كومباني الشرقية للدخانة المصرية الخميس عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و 6% وأضافت الشركة في بيان البورصة المصرية صباح اليوم الخميس أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه وسجائر بلاك ليبل من 22 جنيه إلى 23 جنيه وذلك اعتبارا من أمس الأربع عام موافق 14 أغسطس 2019 وتنتج الشرقية للدخانة السجائر وتبغى الغليون والسيجار والمعسل وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية وحققت الشركة أرباحا بلغت 3.700.000.000 جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي مقابل أرباح بلغت أربعة وأربعة مليار ومتين مليون جنيه قبل عام يعني أنتم متخيلين الأرقام عاملة إزاي يعني السفاء اللي هو ربنا يهدي الناس اللي بتشرب سجائر فعلا آآ ويبطلوا حقيقي وزادت مبيعات الشركة خلال العمل مالي 2018 2019 إلى 13.8 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 13.4 مليار جنيه في العام المقارن آآ أنا مش عارف يعني ربنا يهدي حقيقي الناس اللي بتشرب سجائر أنا عارف إن الشركات بدأت الدخان دي ليها دور كبير جدا في خيام الأقتصاد المصري ولكن برضو يعني الناس اللي تحاول إن هي تقلل مستجار أو متشربهاش خالص يبقى كويس دي حاجة كويسة جدا جينا لنهاية الفيديو أتمنى تكون نشرة الأخبار عجبة حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراه في القناة بحبكم جدا والحمد لله الفيديو اللي قبل ده جاب في 12 ساعة بس 12 ساعة بس جاب ألف لايك فشكرا لكم جدا وأشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته